عقدت منظمة الأسرة العربية برأسة سعادة جمال البحر رئيسي المنظمة الاجتماع التحضيري الأول لقمة الأسرة العربية التي ستعقد في السابع من ديسمبر القادم في تونس وذلك على إثر اختيار إمارة الشارقة كعاصمة للأسرة العربية وجاء الاجتماع بحضور سعادة السفير المهندس فتح جابر عفافنة سفير الأسرة العربية وبمشاركة أعضاء لجنة خبراء قمة الأسرة العربية وتم استعراض كافة بنود ومخرجات المؤتمر التحضيري وصولا لتمكين الأسرة من خلال دعم وتطوير البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بها مع مراعاة تعيين المزيد من سفراء الأسرة العربية من بين الشخصيات الوطنية والعربية ودعمهم عبر المنظمات والمؤسسات والحكومات العربية والتأكيد على إدماج البعد التنموي للأسرة في مختلف السياسات والاستراتيجيات ومخططات العمل